السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات الصف الاول اعدادي اهلا بكم في فيديو النهاردة فيديو النهاردة هو عبارة عن سلسلة من الفيديوهات المهمة الخاصة بالبراجرافات المتوقعة في الفصل الدراسي التاني طبعا النهاردة معانا يعني قصة انت حبيتها جدا قصة انت مواجب بيها جدا طبعا من القصة الموجودة عندي في الكتاب بتاع المدرسة في الترمي التاني عندي قصة روبينسون كروزو فدلوقت الموضوع بتاعنا يتناول روبينسون كروزو طبعا انت ممكن تحط مقدمة ممكن تحط خاتمة للبراجراف اللي احنا شغالين عليه دلوقتي طبعا اي مقدمة تنفع يا شباب واي خاتمة تنفع ما فيش مشكلة في الفصل الدراسي الاول ترمي الفات يعني حطينا سلسلة من البراجرافات وعلمناك وبرضو ازاي تعملوا مقدمة مناسبة اللي احب يعمل مقدمة يعني مناسبة ممكن يرجع عليه فيديوهاتنا في الفصل الدراس الاول خاصة بالبراجرافات عشان بس ما اتقولش عليكم اكتر من كده يلا بينا على الفيديو ممكن نبدأ البراجراف بتاعنا ونقول ان قصة روبينسون كروزو هي قصة مغامرة ودي من تأليف الكاتب الانجليزي دانيال ديفو فاحنا ممكن نكتب نقول روبينسون كروزو is an adventure story by دانيال ديفو by دانيال ديفو يعني من تأليف دانيال ديفو روبينسون كروزو was a sailor هنا ذكرنا الوظيفة بتاعت روبينسون كروزو روبينسون كروزو was a sailor يعني كان بحار طب ايه بقى اللي حصل لروبينسون كروزو والسفينة بتاعته his ship sank السفينة بتاعته غير it because there was a bad storm عشان كان فيه a bad storm يعني عاصفة سيئة او عاصفة شديدة كروزو swam كروزو قاعد يعوم to a nearby island قاعد يقوم يعني قاعد يسبح ل a nearby island يعني جزيرة مجاورة but there were no other people there لكن ما كانش فيه اي ناس تانية هناك يعني على الجزيرة هنا بقى احنا ممكن نزود جملة ونقول he lived alone يعني هو عاش لوحده أو he was alone on the island هو كان وحيد على الجزيرة طيب he walked along the beach يعني قاعد يمشي على امتداد الشاطئ but he saw nobody لكن ما شافش اي حد and he thought that he was alone احنا طبع لسه متكلمين وقالين انه كان alone كان وحيد هناك يبا he thought هو اعتقد that he was alone طبعا هو تلاقى سمكة على الشاطئ واكلها he found a fish and ate it يعني وجد سمكة واكلها he looked for a cave يعني قاعد يبحث عن كهف to sleep in عشان ينم فيه he found a coconut on the beach لا جست الهند على الشاطئ it was delicious كان طعمها لذيذ he wrote a diary of what happened to him يعني هو كتب المذكرات بتاعته للاحداث اللي حصلت له وهو على الجزيرة طبعا نلاحظ يا شباب ان كل الافعال اللي عندي هنا تعتبر ماضي كلها ماضي معادة بس فوق خالص اول جملة لما قلنا يعني قصة روبينسون كروزو هي قصة قصة مغامرة دي الجملة الوحيدة اللي فيها هاي الفعل is مدارة اما باقي الجملة طبعا نتكلم عن روبينسون كروزو نفسه كلها في الباست السيمبل تنس الزمن الماضي البسيط ارلكوا كده البراجراف على السريع كده يا شباب روبينسون كروزو is an adventure story by دانيال ديفو روبينسون كروزو was a sailor his ship sank because there was a bad storm كروزو swam to a nearby island but there were no other people there he walked along the beach but he saw nobody and he thought that he was alone he found a fish and ate it he looked for a cave to sleep in he found a coconut on the beach it was delicious he wrote a diary of what happened to him بكده يا جماعة كل البراجراف خلص ممكن انت بقى تزود جملة كده حلوة بسيطة بتقول فيها i like reading very much انا بحب الاراية جدا دي طالما تتكلم عن قصة قصة انت حبتها يبقى ممكن تحط الجملة دي i like reading very much reading is my favorite hobby ماشي دي جمل جميلة جدا ممكن تستخدمها في البراجراف الخاص بالقصة اللي انت بتحبها لكن عموما في قواة اسية في اي براجراف زي ما طبعا نقول لكم عارفين وهي البانكتويشن يا جماعة خلي بالنا من البانكتويشن بمعنى اول جملة يكون بالكابتال ليتر فل ستوب في نهاية الجملة يريد يا جماعة نسيب سطر يريد برضو ما نشتوبش اختهير في البالاجراف دو كلها حاجات مهمة جدا يعني لو رأيتها مش هتنقص في الدرجة ألقاكم ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله انتظروا مننا كثير من الفيديوهات هنحل امتحانات هنلخص المنهج بتاعنا ابقوا معنا وان شاء الله اتجدوا ما يسركم مش عايزة طبع لك اكتر من كده سلام يا احلى شباب لا تنسوا الاعجاب بالميديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله